من القاهرة ينضم إلينا الدكتور إسلام عنان مدير أكزيت للبحث الطبي مدرس اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة بكليات الصيدلة أهلا بك دكتور معنا إذن مع إعلان عدد من دول العالم أن الوضع تحت السيطرة لو تعطينا جرعة تفاؤل في ضوء القلق المتفشي في العالم سؤال مهم الفترة اللي فاتت احنا شفنا زعر مبالغ فيه خصوصا على وسائل اتصال الاجتماعي وعلى الميديا لو قلنا التفاؤل الموجود هو أن صعوبة انتشار فيروس كورونا يعني فيروس كورونا عكس المكتوب في وسائل اتصال الاجتماعي والإشاعات هو ينتقل عبر الهواء هو لا ينتقل عبر الهواء ينتقل فقط عبر الرزاز بالتالي هو صعب الانتقال من شخص لشخص إلا فيه صلة مترين ما بين الشخصين ويجب أن يكون فيه سعال أو فيه زي ما بقول الدروبلتس أو الرزاز فانتقالوا إلى حد ما يمكن السيطرة عليه بالنظافة الشخصية تفاؤل تاني أن أثبتت الدراسات أن الأطفال عندهم مناعة كويسة جدا ضد فيروس كورونا بالتالي الإصابات عند الأطفال قليلة جدا تكاد تكون نادرة لذلك الكمامات والزعر اللي عند الأهالي نحية أطفالهم في المدارس وأنهم يلبسوا كمامات لا داعي منه الأطفال عموما في أمان من الفيروس والشباب كذلك معظم الوفيات كانت فيه كبار السن وما يطلق عليهم الأميوني كومبرمايز أو الناس اللي عندهم مشكلة في المناعة نحن الغاية دلوقتي لسه 3% نسبة الوفيات يعني من كل مئة حالة مصابة 3 فقط مصابين ومتهايلي الدول حاليا بتعملوا سواء جوال شرق الأوسط أو على مستوى العالم في الحد من الصفر ممكن يكون السبب اللي يخلي من نظام صحة العالمية لا تعلن حالة وباء عالمي ونرجع تاني في حالة تناقص وصلا أن الصين كما أعلن التقرير حالات الإصابة حاليا بقت 500 حالة نحن كنا نتكلم زمان من 3000 إلى 4000 حالة يوميا فالحالات في تناقص فإحنا مستنيين شهر مارس في شهر مارس هنقدر نقول إذا كنا الأرقام هتزيد تاني ولا هتبتقي تقل براء الصين كمان هل قطاعات الصحة والطيران والمدارس في الدول المعنية مهيئة للكشف عن وجود الفيروس مثل أماكن عزل إجراءات الكشف وجود معدات وأماكن للعزل موجود يعني وجود معدات للكشف عن الحالات اللي عندهم أعراض زي ارتفاع حرارة والاحتقان والالتاب الرؤوي موجودة وجود معدات أيضا للكشف قبل ظهور الأعراض أي فترة حضانة الفيروس برضو موجودة لكن هل إحنا مهيئين نحن نعمل فحص لكل قادمين في المطارات؟ لا أظن إحنا لو بيجينا في الشرق الأوسط حدود 300 مليون زائر في المطارات عشان نعمل لهم كشف الكشف تقريبا بيمثل من 100 دولار ل150 دولار نحن نتكلم في مليارات راوند 30 مليار دولار فقط للكشف عن كل المطارات فبالتالي المعدات موجودة لكن مين اللي هيتم الفحص عليه هي ده السؤال فيعني العزل في المطارات على دمنادر هو هيكون الحل الوحيد مع البحوث والدراسات الجارية على قدم وساق ما هي نسبة التوصل لمصل مضاد في القريب العاجل؟ في أكتر من جهة حاليا بتشتغل على حاجتين على المصل وعلى العلاج من العلاج الاتحاد الأوروبي والإيمة والإف دي إي في أمريكا بيشتغلوا أن هم يصرعوا عملية البحث ما يطلق عليه الفاست تراك برايم وإحنا ننتظر غالبا في نصف مارس الإعلان عن نتاج الأولية إحنا حاليا عندنا أكثر من عقار دخل الاختبارات السريرية ولو تم في نصف مارس نجاح إحدى هذه العقارات إحنا في انتظار عقار في حدود من ثلاث شهور لأربع شهور بعد الإعلان الأمصال كذلك ابتدى الاتحاد الأوروبي يضع مزانيات للمصل لسه من يومين حطوا 100 مليون يورو بالتالي حاليا نحن مشتغل على الأمصال الموجودة حاليا تطويرها أو وجود مصل جديد كذلك إحنا ننتظر الأبحاث تخلص والإعلان النتائج في منتصف مارس كمان الدكتور إسلام عدن مدير أكست للبحث الطبي كنت معنا من القاهرة شكرا جزيلا لك